موسيقى تفقد الدكتور إسماعيل إسماعيل وزير المالية خلال زيارته للاذقية اليوم آلية العمل في النافذة الواحدة التابعة لمديرية الجماريك ومديرية مالية اللاذقية والمصرف التجاري أربعة حيث أكد على القائمين بالعمل ضرورة تقديم وتسهيل جميع المعاملات والارتقاء بأدائهم خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في الجماريك لديهم بعض الإشكالات أو القضايا التي يجب أن تجد طريقة للحل أول وأهم قضية فيما يتعلق في المستودعات الجمهوريكية هي قضية المتروكات والتي مضى على وجود بعض منها أكثر من عشرين عاما يجب أن تحل هذه المشكلة وأعتقد أن حل هذه المشكلة يحتاج إلى إصدار قرارات أو سكوك تشريعية حتى نتجاوزها ونستفيد من المستودعات بدلا من أن تكون مملوئة بهكذا متروكات وندون معالجتها مصرفنا تؤدي دورها بشكل ممتاز وخاصة المصرف التجاري السوري الذي يقوم بكل العمليات التجارة الخارجية والداخلية وبالتالي من الضرورية بمكان أن نتفقد الأعمال ونتأكد منها ونشوف إذا هناك أي معقار نحاول نضللها ونساعدهم على تجاوزها المتروكات الموجودة في مرافق اللازقي والتي لا تسمح القوانين والأنظمة بحلها إما بسبب البيئة أو بسبب الصحة أو بسبب عدم انسجامها مع القوانين سيتم بإذن الله مشروع مرسوم تبنته وزارة النقل وبدعم من وزارة المالية لحل هذه المشكلة وإعطاء هذه المتروكات ولكي لا تبقى عبءا وثقلا موجود في هذه المستودعات وبعدها ترأس الدكتور إسماعيل اجتماعا موسعا في مبنى المحافظة للفعاليات الاقتصادية والتجارية ومدراء الدوائر والمؤسسات الخدمية والإنتاجية بحضور السيدين إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية ومحمد شريتح أمين فرع الحزب حيث أكد على أهمية العمل بروح الجماعة للوصول إلى التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني مشيرا إلى التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد بسبب الأعمال الإرهابية المسلحة التي تعرض ويتعرض لها الاقتصاد السوري هذا الاجتماع واللقاء ضروري جدا لتوضيح قضايا كثيرة من المرسيم والتشريعات التي صدرت وردود الأفعال عند رجال العمل بشكل خاص قبولهم أو عدم قبولهم الملاحظات التي توجد لديهم على هذه المرسيم والقوانين حتى نقوم بإعادة دراستها وتطويرها لا يوجد تشريع كامل والتشريع نحن الذين نوجده ونستطيع نعادله بما يلبي رغبات مواطننا بما يساهم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يرضي الجميع وبالتالي هذا الاجتماع ضروري جدا وكما سمعتم كان للعديد لهم ملاحظات وأجبنا ووضحنا وتبقى قضايا أيضا يجب علينا دراستها وسنقوم بدراستها واتخاذ ما يلزم تجاه هذه القضايا الدور وزارة المالية في الموازنة بيان حكومة كان نص على أن يتم هناك إصلاح مالي وضريبي وهذا ما قامت به وزارة المالية من خلال إصدار أثلاث مراسيم مرسوم التعريفة الجمهورية مرسوم الانفاق الاستهلاكي ومرسوم مكلفية ضريبة الدخل المقطوع وهذا ما كنا قد وعدنا به ونفذناه والآن أيضا نقوم بدراست إصدار تشريع بخصوص النظام الفوترة وهذا كله يقع ويصف في عمل وزارة المالية وهذا التطوير للتشريعاتها مداخلات الحضور وتساؤلاتهم تركزت حول عدد من القضايا والأمور الخدمية التي يعاني منها المواطن السوري في هذه الظروف وأهمية إقامة مصانع ومعامل في اللاذقية لتأمين فرص عمل جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر